أستاذ جمال، نعرف المنتج جديد، وقد اخذت لكم الأعشاب الضارة، كيف تداريها؟ الأعشاب الضارة لديها طريقتين، كيف تستعملهم، كيف تداريك؟ كيف تداريك؟ كيف يداريك؟ كيف يداريك؟ كيف يداريك؟ يشرب، وكيف يداريك الدود، لكن الدود يأكل من الأوراق الميتة وملاباية هذه، ويأتي ترتيزة الأرض، تربية الدود، كوكسينال، واللوت بيولوجي، حشارات النافعة، مثلا المشكل الكبير الذي لدينا هنا في الجزائر هو السماء البسرون، البسرون ليس شكوب بثاف منه، وليس بيضاء ترتمه، وترتمه هذا كبير، ويأتي دوليك ويقتل لديه شيء أخرى، ايضا يقتل حاجة أخرى، ويقوم بضرع إنسان. وش يداريك بيولوجي؟ يجيبه لإلفاج، يداريك تربية كوكسينال، هذه الحمرة التي كانت بقريعنا مجلوب، هذا الأكل التي تأتيها هو الكوكسينال، والبيض التي تأتيها، فهمني؟ وكيف يداريك كوكسينال، كيف يداريك؟ وكيف يداريك؟ هنا يترجعنا الدواء عضوي، بارك الله فيك، وهو الكوكسينال رويك المباشرة في بيسرون والبيت وهناك بعض الفلاحين مقاطعك سمح لي يقولك عندي الديدان في الطربة ديالي يشري الدواء ويقتل هذوك الديدان هي خطأ الديدان كان أصناف نعم كان الديدان نافعة وكان ضرر كان واحد الدودة تهاجم مباشرة الجذور نعم وتأكلهم تمرد النبتة وتختلها يعني تقتلك ولكن الدود الطويل هذاك هذاك جدا نافع هذاك هذاك على شيء هوي الطربة نعم ويأكل الدوبال هذاك اللي يكون في السطح على التربة ويرجعوه سامات عضوي نعم فأبني هنا رك خدمت باش تجيب سامات عضوي وتشريه وكذا رك عندك ديشة أصلا الـ